هذه أبرز العناوين زوجة أشرف حكيمي تظهر في مدريد بعد أسابيع من الغياب الجامعة سريع الزمن لإقناع ميسي إسبانيا بتمثيل المنتخب المغربية صديقته بعابوك تخرج عن صمتها هذا ما كشفته عن فضيحة اغتصاب أشرف حكيمي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس زوجة أشرف حكيمي تظهر في مدريد بعد أسابيع من الغياب تمكنت الصعف الإسبانيا أخيرا من تتبع أطار زوجة أشرف حكيمي بعد غياب نمتد لأسابيع ولم يظهر لزوجة أشرف حكيمي التونسية هبابوك أطار منذ إعلان السلطات الفرنسية عن اتهام حكيمي باغتصاب فتاة وحسب صحيفة الموندو دي بورتيفو الإسبانيا فإن زوجة حكيمي شهدت في الساعات القليلة الماضية بأحد المتاجر المعروف بالعاصمة مدريد وحاولت زوجة أشرف حكيمي التخفي من خلال ارتداء قبعة ونطارة في حين تؤكد الصعيفة الإسبانية أن هيبى ظهرت بشكل جد ورفق زوجة حكيمي في تسوقها بالمتجر الإسباني المعروف بمنطقة ألاركون ابنها الأكبر نعيم المزداد في فبراير من عام 2020 وتوقفت زوجة حكيمي عن النشر في صفحاتها الرسمية بمواقع التوصل الاجتماعي منذ السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي وتحدثت تقارير إسباني عن عزمه بابوكا عن انفصال عن أشرف حكيمي بالسبب غياب التفاهم بين الزوجين وسيكون حكيمي متواجداً مع المنتخب المغربي في مباراة البرازيل والبيرو اطلب وليد راكراكي من الجميع دعم لاعب بريسان جرمان الجامعة سريع الزمن لإقناع ميسي إسبانيا بالتمثيل المنتخب المغربية تستهدف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضم اللاعب الواعد لامين يامالا الذي يلعب في نادي برشالون الإسبانية لصوفه في المنتخب المغربية ويعد يامالا الذي يبلغ من العمر 16 عاماً واحداً من أفضل المواهب الشاب في إسبانيا وقد وصفت الصعف الإسبانيا بأنه المهاجم المتعدد لإختصاصات وذلك بفضل سرعته وقوته وجودة استخدامه قدمه اليسرى ويتابع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجا لاعب برشالون الواعد ويزعى لحسن ملفه في أقرب وقت حتى يستفيد المنتخب المغرب من موهبتها ويأمل الجمهور المغربي أن تنجح الجهود التي تبدلها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فاستقطى بهذا اللاعب وذلك لتفادي تكرار أخطاء الماضية التي خسرت معها المواهب المغربية لصالح منتخبات أوروبية وفي هذا السياق قام رئيس الجامعة بلقاء والد اللاعب وأجرى مفاوضات لإقناعه بالجدوى تمتل ابنه للمنتخب المغربي وذلك بعد حدف اللاعب لجميع صوره الشخصية بقمس المنتخب الإسباني من حسابه الشخصي على منصة التواصل للإشتماع انستغرام ومن المتوقع أن يلتح قلم يامل بالفرق الأول لبرشالون قريبا وهو يؤكد على مدى ثقة التي يتمتع بها اللاعب في ناديها ويتوقع الكثيرون أن يظهر اللاعب بمساوى مميئز مع الفرق الأول وتشير المصادر إلى أن إمكانية انضمام يامل المنتخب المغربي ليست بعيدة عن الواقع خاصة وأنه يشعر بانتمائه للمغرب ما يجعل الأمر ممكن في حال تم الاتفاق بينه وبين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ويأتي ذلك في إطار جهود الجامعة لضم المواهب المغربية الموجودة في الخارج وتوظيفها في المنتخبات الوطنية بهدف تعزيز أداء هذه المنتخبات في المصابقات الدولية صديقة هيب عبوك تخرج عن صمتها هذا ما كشفته عن فضيحات اغتصاب أشرف حكيمية كشفت الممثلة الإسبانية كلارلاجو تفاصيل جديد حول وضع صديقتها ومواطنتها هيب عبوك زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمية وتحدثت كلارلاجو إلى وسائل الإعلام في أثناء حضورها جوائز اتحاد الممثلين الذي أقيم في مدريد حيث تم ترشيحها وفوزها بجائزة آنادي أرمس عن دورها في فيلم بلوند في فئة أفضل ممثلة إنجاج دولية وقالت كلارا للإعلاميين إن صديقتها هيب عبوك لا تمر بأفضل حالتها على الصعيد الشخصي وبحسب ما نقلت صحيفة أوكيدياري الإسبانية فقد أشارت كلارلاجو إلى أن هيب عبوك حزينة ومنعزلة بعد تهام زوجها أشرف حكيمية باغتصاب شابة تبلغ من العمر 24 عاما وقالت لم أتمكن من التحدث مع هيبا لقد أرسلت لها رسالة وأجابت بأننا سنحتسي القهوة دون أن ترغب في الخوض في التفاصيل حول هذا الموضوع وفي الواقع فضلت كلارا عدم الخوض كثيرا في الأمر لأنها لا تملك كل المعلومات لكن لقاءا مرتقبا وسط العصف سيتم بين الصديقتين صناع ديرونية يسعون إلى ضمير جراغي للمشاركة في هذا السيتكوم الرمضاني أفادت جريدة مدر 21 بأن صناع سيتكوم ديرونية يسعون إلى استقطاب الناخب الوطني وليد جراغي للمشاركة في أحد مشاهد هذه السلسلة الرمضانية وذكرت دات المصادر أن الشركة المنتجة لهذا العمل تصابق الزمن ودخلت في مفاوضات مع الناخب الوطني وليد جراغي قائد الملحمة البطولية لأصود الأطلس بمونديا القطار من أجل إقناعه بالحضور في هذه السلسلة الكوميديا واستثمر صناع سلسلة ديرونية إنجاز أصود الأطلس في مونديا القطار ليكون موضوع حلقتها مقتبسين عبارة ديرونية التي اشتهر بها مدرب المنتخب الوطني وليد جراغي وجعلوها عنوانا لحد العمل المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل عبر الشاشة القاناة الثانية بمشاركة ألمع نجوم الشاشة المغربية ويجسد الممثل محمد الخيار في هذه السلسلة دور لعب كرة قدم سابق يمتلك مقهى يطلق عليه اسم السبع والذي يزينها بصوره الشخصية مضيفا أن الستكوم سيتطرق إلى جنب موضوع الكرة إلى عدد من المواضيع المختلفة في قالب هزلي كوميدي يخلق الفرجة للمشاهد المغربي في وقت الإفطار والعمل سيجمع التنائي محمد الخيار وعبدالخالق فهيد من جديد للاشتغال معانا بعدما تفرقت به ما السبولي أزيد من عشر سنوات إذ كانت سلسلة تنباركم سعود التي بوتت في رمضان 2008 آخر عمل المشتركين بينهما والكاستينغ دم للمرة الأولى في تاريخ السيجم المغربية باقة من الأبطال الذين يتجاوز عددهم 17 ممثلا وممثلا من أبرزهم ظهور سليماني ومحمد الخيار وعبدالخالق فهيد وحسن أمومني وخالد سبايل وياسين عبدالقادر وابتسام العروسي ومهدي تيكتو ونرجس الحلاق والمهدي فولان وحفظ منتج العمل خالد النقر في هذه السلسلة على الوجوه عينها التي تشارك في جل أعماله الفنية خاصة الممثل محمد الخياري الذي لا يستغني عنه في إنتاجة الكوميديا خلال السنوات الأخيرة ويشهد هذا العمل أيضا الذي تشرف على إخراج صفاء بركة لقاء الممثل مهدي فولان بطلقة الممثل نرجس الحلاق بعد السلسلة من الصراعات والأزمات التي شهدتها علاقتهما في فترة سابقة حيث أنهما سيظهرني جنبا إلى جنب خلال الموسم الرمضاني المقبل اشتركوا في القناة